العمر بيجرم بيعدي بين فرح ووقات وحياتك في الدنيا تحدي ولازم تحيا أيام بين عيشها وبتعيشنا تدوشنا ساعات وتدهشنا وساعات الحزن بينهاشنا وانتو وانتو جواك والدنيا درام اللي ما فيها مليانة نور لكن مش ممكن تلاقيها من غير برعو على قد ما تنتعب وتضور الدنيا هتضحك وتنور تبديك أكتر ما تتصور من فضل الله السلام عليكم ورحمة الله مستمرين مع بعض في رحلة السير السير إلى الله بحثا عن الكنوز أتمنى لو كل واحد يبقى عنده كراسة بعد كل حلقة لما نتكلم عن العبادات أو الأخلاقيات أو تفسير القرآن أو بعض المعلومات النفسية أو دعوات سيدنا رسول الله عليه السلام أو لو لخصنا مع بعض بعض الكتب المجالات المختلفة دي لو تكتب معلومة استفدتها من كل فاصل في البرنامج حيث يبقى عندك بعد فترة كراسة كده أتمنى يكون فيها قيمة مضافة لحياتنا في جوانب كتيرة وكنوز اغتنمناها في رحلتنا مع بعض عايزة أبدأ مع حضراتكم الرحلة بكنوز العبادات والنهاردة العبادة عبادة قلبية ربنا في القرآن بيقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني اللي عاش حياته يغلب عليه حال الصبر هيطلع من الدنيا على الجنة على طول خش جنته اللي في قبره زي ما سيدنا رسول الله قال عليه السلام القبره روضة من رياض الجنة وبعدين يطلع على الجنة من غير حساب على طول ده تفسير الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والجميع بيسأل هو أنا صابر ولا لأ لأنه لأنه شيء مش ممسوك هي عبادة قلبية يجي العلماء يساعدونا يساعدونا إن إحنا نعرف نعرف الصبر عشان ناخد الكنز اللي وراه فاحفظ معايا الصبر هو ثبات الحال رغم تغير الأحوال احفظ الصبر هو ثبات الحال رغم تغير الأحوال والتعريف ده يمشي على الثلاث أنواع من الصبر الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على البلاء يعني أنت بتصلي وبعدين دخلت في ضغط شغل كبير قوي أسبوعين ثلاثة شهر لو لسه بتصلي ثبات الحال رغم أنك تشغلت وحالك تغير لو لسه بتصلي يبقى أنت صابر على الطاعة ثبات الحال رغم تغير الأحوال لو أنت بتشارك واحد في شغل مثلا وخانك وإنت مخنتوش أنت لسه أمين رغم أن حاله تغير معاك يبقى أنت كده صابر عن المعصية رغم أنك كنت ممكن ترد الألم ألمين والخيانة بخيانة لكنك صبرت ثبات الحال مع تغير الأحوال لو أنت ماشي في رحلتك مع ربنا سبحانه وتعالى بتصلي وبتحب ربنا وتذكر ربنا ثم وقعت في بلاء وحد جزلك قلت الحمد لله متألم بس راضي عن ربك آه ثبات الحال ما قلتش عن ربنا كلمة سلبية رغم تغير الأحوال أنت كده صابر على البلاء الناس اللي حياتها بيغلب عليها الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى البلاء هؤلاء الناس هم أقوى الناس صلة بالله ورضا عن الله هم مستسلمين لربنا سبحانه وتعالى والأحوال بتتغير وهم زي ما هم ماشيين في الطريق لو غلب على أغلب حياتك الصبر ثبات الحال لرغم تغير الأحوال أول كنزة ربنا هيدي ولك والجنة اضرب لك مثال مثلا واحد فقد عزيز حد هو بيحبه أو فقد نعمة غالية عليه قال صلى الله عليه وسلم قال الله إذا ابتليت عبدي في حبيبتيه فصبر ليس له عندي جزاء إلا الجنة حبيبتيه يعني عينه لو واحد دكبونية في عينك هتعملي شوف أنت هتدفع عن نفسك إزاي طب لو واحد خزألك عينيك شوف كم الغضب والغل اللي جواك طب لو إرادة ربنا أن حد يفقد عينيه وسماها ربنا حبيبتيه لأنه بيحب بيهم الدنيا ما يشوفش جمال الدنيا إلا بيعنيه ومع ذلك هو راضي عن ربنا سبحانه وتعالى ليه نسأله أخبارك إيه الحمد لله رب العالمي بيشوف بقلبي اللي كده ربنا سبحانه وتعالى يقول عليه ليس له عندي جزاء إلا الجنة خد بقى كل الكلام ده لما قال صلى الله عليه وسلم لما إنسان ابنه بيموت ربنا يقول الملائكة قال إيه بعدما ابنه توفي ولا بنته حمدك واسترجع إذا ده ثابت هو كان من شوية بيقول الحمد لله على الأكل والشرب وعلى كل النعم حتى لما ابنه ولا بنته توفيت قال الحمد لله شوف ثبات الحال رغم تغير الأحوال وإصابته بمصاب شديد زيدة حمدك واسترجع فقال ابنه لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد فأول كنز للناس الصابرة هو حلم الأنبياء والصالحين وهو الجنة الكنز التاني بعد الجنة لكل واحد بيحاول يثبت حاله رغم تغير الأحوال هو إن الصبر بيكون النور اللي بتشوف بيه عناية ربنا بيك وإنت في تقلبات أحوالك في الحياة قال صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء فالعلماء قالوا مجموعة الأفكار اللي الواحد بيعد يصبر نفسه بيها وإحساسه إن ربنا سنده وعاونه وإحساسه إن مع العسر يسرى وإحساسه إن كل شيء ربنا أخده هيخلف عليه مجموعة الأفكار دي بتنور للإنسان طريقه وتخفف عنه آلامه ووجعه عشان كده الصبر ضياء أو الإنسان يستسلم لوساوس الشيطان إن ربنا بيكرهك وانتأم منك أو يستسلم لوساوس الشيطان إن ما فيش يسر مع العسر ولا حاجة فيبقى حياته مضلمة فاللي بيحاول يصبر نفسه ويثبت حاله حياته بتنور وده كنز كبير جدا بيخلي الصابرين يصبروا في قلبهم سكينة ورضا بالمناسبة إلا هيحاول يصبر على طاعة أو عن معصية أو على بلاء ممكن في الأول يجد بعض الصعوبات لكن ربنا هيساعده وده وعد من سيدنا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري المسلم من يستغني يغني الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي عبد عطاء أوسع من الصبر أي واحد هيحاول المدد هينزل من ربنا سبحانه وتعالى سأقولك على حاجة كمان تساعدك أنك انت تكسب كنز الصبر فتوفى أجرك في الآخرة بغير حساب طول ما انت عايش يبقى فيه خيرات وأرزاق نزلة من ربنا لو ما فيش خير هيجي في حياتك في المستقبل كان ربنا يقبض روحك سيدنا النبي كان بيدعي بكده وعلمنا نعيش بالعقيدة دي اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي مدم انت حي يبقى ربنا يعلم أن الحياة خير لك أو خيرا لك وأكيد فيه أرزاق وفتوحات نزلة فاصبر وعايز أقولك على معلومة كمان تساعدك أنك انت تفوز بكنز الصبر حاول تصمت إلا من حمد الله لو كنت في بلاء لكثرة الشكوى للناس بيخلي الناس هم كمان يطلعوا همومهم ولما بنعد كتير فقعد صغيرا صب همومنا الواحد بيحبط فلا تشتكي إلا للناصح الأمين اللي يبصص عينيك على عناية ورعاية الله وأكثر من كلمة الحمد لله بتم للقلب بالإحساس إن ربنا بيرعاك بكده بإذن الله توصل لكنز الصبر النفس تفكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكاسر الموت ساقيها وصلنا لكنوز الأمثال الشعبية خبرات الشعوب اللي بيصيغوها في صورة أمثال قصيرة تديك بعض المعلومات عن النفوس وعن تجارب الحياة بعض الأمثال الشعبية لما نعرضها على ضوابط الشريعة نلاقي فيها مفاهيم خاطئة ما ترضيش ربنا وكتير من الأمثال متمشية جدا مع القرآن ومتمشية مع السنة وفيها مفاهيم جميل أنك تحفظ المثل ده أجدادنا المصريين عندهم مثل يقولك اللي يربط في رقابته حبل ألف من يسحبه درب لك المثل ده على واحد عنده تصرفات معينة بتخلي الناس تتحكم فيه هو اللي ربط الحبل في رقابته وده للناس أنا عدت أفكر وأقرأ شوية كده على أشهر الإلزامات اللي البني آدم بيلزم نفسه بيها ويورط نفسه ويخلي الناس تتحكم فيه بإرادته فأشهر ثلاث حبال اللي يربط في رقابته حبل ألف من يسحبه إنك تحكي سرك رقم واحد للي ما يرحمكش بص فيه ناس مننا كتير بالدلدق بالكلام وعنده في حياته أسرار فيها أخطاء في حياته فيها معلومات معينة محبش إنه حد يعرفها فيها نقاط ضعف وهو علشان مشاعره جميلة وطيب بينجذب للحنينين فيقعد يحكي لهم أسراره بس خد بالك مش كل حنين عنده تحمل لمسؤولية السر العرب يسموا الشخص اللي بيحكم عقله قبل قلبه يسموا الحصيف ما يدلدقش كده إيه بأسراره على طول لأي حد طيب ويسمعه بس خد بالك لازم يكون رجل وجدع يتحمل مسؤولية معرفته معلومات خطر عنك الشخص اللي مش هيرحمك لما تحكي له أسرارك ممكن يستغل أسرارك لو كان فيها حاجات فضيع أنت عملتها في مجالس تانية عشان يحكي للناس غرابة تصرفاتك فيقول لهم معلومات يعني جايب لكم المعلومات الغريبة والجديدة ممكن الشخص اللي ما يرحمكش لما تحكي له أسرارك وما يكونش أمين يستغلها ضدك لما تختلفه فيفضحك عشان يبين للناس خلوني ساكت بقى شوف أنتوا شايفيننا متخنقين ده أنا عارف عنه حاجات عشان يبين أنه هو إنسان محترم وإنت اللي غلاط الشخص اللي ممكن ما يرحمكش ممكن يعيرك وقت ما تختلفه فبلاش أنت خليني ساكت ما نعارف عنك كل ده بيجراحك جدا وإنت اللي لفت الحبلة حوالين رقبتك ودتهوله علشان أنت راجل طيب ولا أنت ست طيبة وبتحكي لكل واحد حنين والحنية مش كفاية لازم يكون حد مسؤول أمين الحبل التاني دي يربط في رقابته حبل ألف من يسحابه المثل بتاعنا الحبل التاني حبل ديون التحسينات إحنا عندنا في حياتنا احتياجاتنا تلات مستويات ضروريات غذاء كساء دواء لو الواحد زنق فيهم ممكن يستلف وعندنا حاجة تانية اسمها احتياجات لو الإنسان ما قدرش يوفرها يعيش بصعوبة ممكن الإنسان لما يفقد الاحتياجات دي ممكن يستلف وحاجة تالتة بقى عالية قوي ترفيهيات تحسينيات أو تحسينات حاجة بقى إيه يعني إيه إنك إنت يبقى معاك تليفون آخر موديل مثلا ما تستلفش عشان ده لكن إنت لما تستلف عشان ده يا سيلي مبروك على التليفون الجديد بس إنت عرضت نفسك إنك يبقى فيه ديون عليك والديون أهمهم بالليل ومذلةهم بالنهار وبعدين إنت ممكن مثلا تبقى بتحمل نفسك ديون عشان تشتري جزم معينة ولبس معين تلقى بيه قبول اجتماعي في أوساط معينة عشان يقبلوك معاهم الناس اللي بتقيم وبتحترم البشر بالجزم بتاعتهم والشنط وكده فانت ماشي يا سيلي مبروك على اللبس الجديد بس إنت تحملت سخافة الناس اللي بتكلموك كل شو عشان لقصات اللي عليك والديانة أو مثلا تكون بتشتغل في شغلانة وهي عاملة ضغط شديد عليك تكون مستحملة وفيها إهانة لك بس عشان إنت وردت نفسك في ديون تحسينات أو ترفيهات فده حبل إنت اللي ربطته حوالين رقابتك عارف لو كانت الديون دي في ضروريات ولا احتياجات يبقى حالك زي حال ناس كتير في الدنيا اضطر إنه يمد إيديه عشان حاجات مهمة عشان المسؤولين اللي وراء ربنا معاك وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حقنا على الله أن يعينك المكاتب الذي يريده الأداء اللي عليه ديون بس ديون في حاجة تستاهل مش في ترفيهيات وتحسينات يبقى الواحد رابط في رقابتو حبل ما كانش لي لازمة واللي يربط في رقابتو حبل ألف من يسحب الحبل التالت اللي في كنز النهاردة المثل الشعبي اللي يربط في رقابتو حبل ألف من يسحبه حبل الوعود اللي فوق قدراتك في ناس مننا طيبين جدا وبعدين بيتعامل بعشم مع الناس وحبش يكسف حد وعنده كده إحساس النجدة على طوله عايز يساعد فمش بيرفض لأي حد طلب ودايما عنده تصور إنه لو قال لحد لأ مش مناسب أروح معاكل مش وردة أو أسلفك المبلغ ده أو أقف جنبك في الموضوع ده أنا مش قادر أنا ممكن يكون عندي مثلا أزمات معينة فما عنديش لحظة أو ما عنديش إرش أقدر أطلعه أو ما عنديش وقت لأنه عندي انتحان ولا مثلا دكتوراه ناقشها بعد مدة قليلة لكنه خايف على زعل الناس بزيادة فيبدأ يوعد ويوعد ويوعد وتلاقي يومه متكربس وبعدين تلاقي نص الناس زعلانين منه وتلاقيه بدأ يتهرب من التليفونات لأنه خايف من الملامة كل ده ليه؟ ليه؟ ما أنت لما تقول له واحدة أنا مش قادر أشارك في الموضوع ده أو أكون معاك أو أساعد في الموضوع ده بتقولها بأدب وبعدين المفروض أن الناس الأسوياء يقدروك لما تعتذر بشياكة ولطف واحتراع معا حاجة مش قادر تتواجد فيها وتوعد بيها الناس المفروض تقدر ولا ما يقدركش طب يعني الناس مش زي بعض وأخلاقهم مش في نفس السعة لكن لما الإنسان دايما يفترض أنه لازم يلبي كل الطلبات من كل الناس اللي حواليه هتلاقي ربط في رقابته حبل الوعود اللي فوق قدراته وبعدين هو أصلا جدع وراجل وما يحبش تطلع عليه صمعة أنه هو بق وبيقول إيه كلام وما بيجيش وما بيعملش فتلاقيه فعلا منهك ومستهلك ونص الوعود دي كان ممكن يعتذر منها بذوق لكن الحبل هو اللي ربطه في رقابته واضطر أنه هو يلتزم بكل الوعود يبقى مثل النهاردة وكنز النهاردة هو المثل الشعبي اللي يربط في رقابته حبل ألف من يسحابه تلت حبال باقترحهم على حضراتكم دول اللي نحاول نقص أصهم من رقابتنا رقم واحد حكاية سرك لمن لا يرحمك رقم اتنين ديون بسبب طرفيهيات رقم تلاتة وعود فوق مقدرتك فتعال نفك الحبال دي ونعيش بسلام وأمان والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة كنوز لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز ربنا سبحانه وتعالى أعد كنوز عظيمة لأخلاقيات مرتبطة بسد النقص وجبر الكسر أي إنسان عايش في الدنيا عنده نقص معين لو حد تصدر لإكمال هذا النقص بالذات لو مش من بقيت أهلك كمان ربنا سبحانه وتعالى بيعد لهذا الإنسان كنوز عالي قوي ومن أشهر الأخلاق اللي فيها دعم لحد مفتقد شيء في الحياة خلق إكرام اليتيم وإحنا ما سمناهوش كفالة اليتيم لأن كفالة اليتيم القيام بحق اليتيم ومراعاة اليتيم هي أحد أرقى مستويات إكرام اليتيم يمكن البعض يقدر يعملها ويمكن البعض يتعامل مع اليتيم في موقف عابر أي لحظة دعم منك لإنسان فاقد لعائله العائل اللي بيصرف عليه واللي بيدعمه وغالي ما بيبقى القب لو أنت وقفته جنبه ولو بلحظة فيها حنية تاخد كنوز فوق ما تتصور ويبدأ صلى الله عليه وآله وسلم بالكنز الأعظم اللي من كتر ما احنا حفظناه بقينا نقوله كده واحنا مش مدركين حجمه لما يقول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة يحط الصبعين دول كده جنب بعض السبابة والوسطى انت عارف كفالة اليتيم ممكن واحد مثلا يبقى عنده دارة أيتام قعدة كافل أيتام كتيرة وممكن واحد في دارة الأيتام ده يبقى مسؤول عن اليتيم ده فيصرف عليه مثلا أكله وشربه أو لبسه أو تعليمه أو كل حاجة حسب القدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اللي بيكفل اليتيم ده انت مدرك يعني تيجي مع النبي كده في الجنة انت مدرك أصلا قبرك هيبقى عامل ازاي تستقبلك الملايكة يعني انت مقامك ربنا كتب ان مقامك مش في الجنة انت مع النبي كده في الجنة مش كده يعني قمة الملاصقة وسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعرفش معنى المبلغة لما يعمل كده يبقى كده فانت مدرك استقبال الملايكة ليك في الأخرة مدرك وقفتك في الحساب وانت مقامك الأخير كده مع النبي مدرك ربنا هيقبلك ازاي وانت مقامك كده مع سيدنا رسول الله مدرك لطف ربنا بيك في الدنيا وإجابة لدعائك ورعايته لما صالحك زي ما انت بترعى حد فقد أبوه في الدنيا وانت تصدرت للموضوع ده عشان كده ما تستغربش ان كنز آخر من كنوز إكرام اليتيم ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مسح على رأس اليتيم فله بكل شعرة حسنة حديث ده ليه معنى من اتنين إما فعلا بكل شعرة حسنة والبني آدم عنده من مية المتين ألف شعرة في راسه فانت الحركة دي خدت منك قد ايه لما عملت كده على راس يتيم آه هي خدت منك حنان ربنا قدره ورعاية ربنا قدرها وإعطاء من المواساة بالصدق كده والجمال ربنا قدرها خدت سانيتين عشر ثواني وانت تمسح على شعره كده لكن هتروح يوم القيامة عند ربنا هتفاجأ انك انت تتحط ميتين ألف حسنة في ميزان حسناتك يوم القيامة او الحديث ده معنى الوفرة اللي ما تتعدش لان الناس زمان ما كنوش يعرفه ايام سيدنا النبي عدد الشعرات لكن يضرب بالمثل في الشيء الذي لا يعد وغالبا هي هتبقى كده الكنز التالت العجيب جدا وربنا على كل شيء قدير في علاقتك باليتيم وإكرامك به في مسحك على راسه ووضح ان مسحة الرأس دي فيها أبوية او فيها أمومة فيها شيء اليتيم يحتاجه واحد شكل سيدنا رسول الله قساوة قلبه فقال امسح على رأس اليتيم واطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك فاللي عنده اي ازمة واللي عنده احساس انه قلبه قاسي كده مش مقبل قوي على ربنا سبحانه وتعالى او نفسه يبكي من خشية الله جرب جرب تمشي وراء سيدنا رسول الله في الوصفة المحمدية بالمسحة على رأس اليتيم واختم معاك لا قبل ما اختم اقول لك على حاجة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه واحد جاره يتيم وكاد النخلة بتاعته عليها نزاع مع واحد اسمه ابو لبابة عنده بستان كامل وفيه نزاع على نخلة فالنوال لما النبي حكم ما بينهم طلع الحق مع ابو لبابة فاخد النخلة اللي اليتيم كان بيقول لا دي بتاعتي خلاف لكن سيدنا النبي صعب عليه اليتيم ده فقال له ابو لبابة ممكن تديله النخلة فقال له لأ قال له طب اديني النخلة دي وليك نخلة بيها في الجنة فقال له لأ أنا معايز حكتي زي منا سمع الكلام ده سيدنا ابو الدحداح كان عنده بستان فيه ستمائة نخلة قال له تديني النخلة دي ببستاني كله قال له آه طبعا وما يا سبحان الله في الاختيارات ادى له البستان فقال صلى الله عليه وسلم كم في الجنة من عذق رداح لأبو الدحداح الجنة فيها نخل كتير مليان بالبلح لأبو الدحداح لأنه أكرم اليتيم واشترى نخلة ببستان كامل وهو اللي يعرف الجنة واللي يعرف ربنا واللي يعرف سيدنا النبي عيسة والسلام يضحي بالغالي والرخيص بس يبقى في الجوار ربنا اختم معاك كنزة من الكنوز الكبيرة قوي ورد حديث أنه إذا بكى اليتيم اهتز عرش الرحمن اهتز عرش الرحمن كناية أن السماء عظمت اللي حصل ده الملائك عظموا اللي حصل ده فيقول رب العالمين من أبكى هذا اليتيم فتقول الملائكة يا ربي أنت أعلم قال وعزتي وجلالي من أسكته وأرضاه حقا علي أن أرضيه يوم القيامة لو اتحط في سكتك يتيم ياه بقى لو كان في العيلة مثلا لو اتحط في سكتك يتيم وعرفت أنك أنت قادر على إيصال أي نفع مادي أو معنوي اكرمه اكرمه علشان تبقى مع سيدنا النبي وتدرك حاجتك وقلبك يليل وربنا يرضيك إذا قام الناس لرب العالمين إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق مولانا سبحانه وتعالى الآيات دي من أحب الآيات إلى قلبه خواتيم سورة الأنبياء إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مشهد من مشاهد الآخرة ربنا سبحانه وتعالى يعلم ويرى إن في ناس لما جلهم الأنبياء بكلام منطقي رحيم صدقوهم فاختاروا الحسنة والهداية وناس تانية لما جدتهم الأنبياء شافوا الكلام المنطقي الرحيم ولكنهم جحدوا يعني يعرفوا الحق واختاروا الأهواء اختاروا آلهة تانية ساكتة هذه الآلهة الساكتة ما بتقول لهمش الخمر حرام أو الزية حرام أو السرق حرام أو أم صلي يعني إيه معانا كده لكن مش بتتحكم في حياتنا فربنا سبحانه وتعالى لن يساوي ما بين اللي اختار ربنا وعاش على طريقه واللي مختارش ربنا سبحانه وتعالى ويحكي ربنا عن الأخرة اللي قال فيها ربنا والآخرة وعند ربك للمتقين يعني اللي حفظوا على علاقتهم مع الله اتقى يعني حما يحمي علاقته مع ربنا سماهم سبقت لهم مننا الحسنة اختاروا الحسنة والهداية في الدنيا إن الذين سبقت لهم مننا الحسنة أولئك عنها يعني عن النار عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها مبعدون كأن النار دي هتستولي على مشهد يوم القيامة وناس هتبعد عشان تروح جنب الجنة قال صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالنار لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها وأنا أشهد أني مصدق سيدنا رسول الله الحديث ذا صحيح وصحيح مسلم فالمشهد مرهب رب العالمين يقول وجيئة يومئذ بجهنم مشهد دا بيعمل إدراك مختلف وده اللي ربنا قال عليه في الآية النهاردة اللي بنتكلم على كنوزها أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها صوتها وهي جاي متغازة لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون هو خلاص مركز مع عطاء ربنا لا يحزنهم الفزع الأكبر إيه الفزع الأكبر دا؟ الفزع الأكبر يوم الحسرة اللي الإنسان بيبص فيه على الدنيا بما فيها من متع محرمة قد إيه رخيصة أمام الآذية وأمام الآلام اللي ممكن يشوفها لو ما دخلش الجنة كأن فيه لحظة كده هو أنا إزاي عملت كده إزاي كنت بعيدة عنه كده وإزاي فضلت حاجات وناس وعيشة عدت بسرعة جدا والناس اللي واقفة عند الجنة مبسوطة وأنا عمال بقول هو أنا هطلع من المصير دا إمتى؟ الصالحين بقى إن شاء الله يا رب حضراتكم جميعا لا يحزنهم الفزع الأكبر أنتو ناس صليتو أكرمتو الغلابة ووقفتو جنب بعضو وكنت لما بتغلب تقوله حقك علي يا رب وكنت بالطيب خاطر الناس عشت لربنا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة شوف بقى شوفت لما حد يخبط على بابك أول ما تفتح له وقولك مبروك نجحت يلا علشان تتكرم أهدت تتلقاهم الملائكة إمتى؟ ونتطلع من قبرك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الملائكة تستقبل المؤمنين وهم يخرجون من قبورهم قال تعالى وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم القيامة لسه هيبدأ والحساب والصراط والميزان والجنة والنار والملائكة بتقولك ده اليوم اللي انت كنت مستنيه فرفش وأبشر احنا جايين من عند ربنا وبنقولك هذا يومكم الذي كنتم توعدون اللي سمعت عنه مئات الآيات عن الرحمة عن هذا اليوم في القرآن ربنا بيقول بعدها يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب السجل يعني الورقة أو الكتاب اللي جواه كلام عارف ايه في الازاي؟ عارف الورقة بتتلفز ازاي؟ في منتعى السهولة خلص الموضوع انت عارف لما نخلص اجتماع بنقفل كتبنا كده ونمشي الموضوع خلص موضوع الدنيا ده يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده في خلق جديدها يخلق وجنة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار فربنا في الآدم يقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين نعفنا لم يتبقى في الدنيا كلها كتير وحتى لو تبقى كتير لو قورنت بالخلود في الجنة ما تسواش أي حاجة فهو أنت بتسمع الكلام ده اشتهي وتمنى وقرر أنك تبقى من الذين سبقت لهم من الحسنة أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون والدنيا درام اللي ما فيها مليانة كنوز لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز وصلنا مع بعض لمحطة كنوز الدراسات النفسية والإحصائيات عالم النفس الأمريكي النورويجي ثورستاين فيبلين عنده كتاب اسمه The Theory of Leisure Class نظرية فئة الترفية أنشأ فيه في نهاية قرن 19 مصطلح جديد اسمه الاستهلاك المظهري وبيقول هذا العالم أن الاستهلاك المظهري ده هو أحد أكبر أسباب الضغوط النفسية بل وبعض الأمراض العضوية اللي بتيجي بسبب الضغوط النفسية إيه حكاية الاستهلاك المظهري وده كنز النهاردة هو بيقول أن بعض الناس بيدبس نفسه في شراء مقتنيات غالية مش عشان هو محتاجها إنما عشان يثبت بيها حاجة قدام الناس قبل ما كمل إحنا ما عندناش نهي في أن الإنسان يشتري حاجة غالية ربنا بيقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق لكن الحاجة اللي الإنسان هيشتريها غالية ويبدأ مثلا يبقى ملتزم بإقصاط أو يدفع مبلغ كبير من تحوشته الحاجة دي عشان ما تبقاش إصراف محتاج إن هو يكون محتاج الحاجة دي وتكون الحاجة دي مثلا ضرورية في حياته أو شريها من أجل هدف كبير زي مثلا الفلوس اللي بتدفع في تعليم العيال مثلا عشان يتعلمه بطريقة جيدة تعليم مثلا دولي أو لغة تبقى عالية عندهم أو شراء لبس ساعات اللبس اللي غاليت تبقى لقصة بتاعته حلوة متين مثلا بيدي شكل حلو الصحابي سأل سيدنا النبي يا سيدنا النبي إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن أهذا من الكبر؟ قال لا الكبر بطر الحق وغمط الناس خلاص فالقضية مش في الشراء دلوقتي تعال بقى نرجع للاستهلاك المظهري هو بيشتري الحاجات الغالية دي مش عشانه محتاجها هو بيشتريها عشان يثبت لفئة معينة أنا زيكم احترموني وقبلوني وخلوني وسطكم ماشي يا سيدي اشتريت وانت مرتبك كم ألف اشتريت تليفون بعشرين ألف وانت مرتبك مثلا خمس تلاف جنيه اشتريت وانت مرتبك خمس تلاف جنيه لبس غالي جدا ومركات غالية جدا ربنا يبارك ويوسع عليك أخبار نفسيتك إيه؟ هنا هنا ليه؟ عنده قصات بتجري وراء ليه النهار فالقضية مش في الشراء صاحبنا بقى صاحب الكتاب ثورستاين فيبلين مش بيتكلم على الصح والغلط هو بيتكلم ان انا مشيت في سكة فضلت عمال بلهف عشان أكفي قصاتي طب لو سيت شغل النهاردة هتسجن تاني يوم منورايا قصات كتيرة جدا طيب سبب اللي قصات دي أو سبب انك انت مبقاش عندك مدخرات ايه؟ مش احتياجات يا ريت الواحد بيشتري احتياجاته فيبقى ربنا يتقبل منك انت صارف كل فلوسك على نفسك وأهل بيتك وعيالك ربنا يتقبل في ميزانك قضي مش كده قضي ان انا عايز البس جزمة معينة عشان لما تشوفني تحترمني من جزمتي وعايز ابيين لك ساعة معينة عشان لما تشوفني تحطيني في السوشال ستاندرد بس تقول اجتماعي ده ماشي يا سيدي اعمل كده بس لو تقدر لو ما تقدرش ارجوك ما تضغطش على نفسيتك ما تضغطش على نفسيتك ليه؟ لان الشخص اللي هيحترمك من جزمتك او لما تحط كده الموبايل ومفتاح العربية ومش عارف ايه كده وتعمل منظر معين كده اللي هيحترمك على كده ده مش احترام حقيقي ده احترام مظهاري برضو وقت الشدة وقت ما تحب حد في ظهرك وقت ما تحب نصيحة امينة من حد جنبك مش اللي بيحترمك عشان شنططك مثلا هو اللي عشان انت اقول تقول انا كنت في البلد الفلانية بس عشان اثبت اني بروح البلد دي اصرف تحويشة العمر فانت النهاردة يا سيدي انتمي لاي مجتمع وحط نفسك في اي مستوى بس من غير ما تبقى مخنوق قوي كده وعمال تحسب بالورقة والقلم وبعدين تبقى عايز تاكل وانت جعان توفر في اكلك واكل عيالك عشان قصط حاجة انت مش محتاجها هيرتك محتاجها انت محتاج تثبت لحد حاجة والحد ده مخلوق فاني تحطي دماغك على المخدة كده مستريح مش خايف من بكرة اغلب كتير من نظرة الانبهار على تليفونك ولا جزمتك ولا عربيتك بعدين تيجي بعد كده الشركات تحط شوية التاتشات في الحاجة عشان تبقى ايديشن معينة ولمتد بطريقة معينة واحنا نجري علشان نقول على فكرة انا عندي الحاجة الجديدة اللي نزلت لاني مش محتاجها لاني اجبتها بس عشان اول ما تشوفني فاتشوفها في ايدي فاتبصيلي بصة احس ان انا بقيت كبير من حتة البلاستيكة اللي في ايدي ولا الحاجة اللي لبسها في رجل الخلاصة الاستهلاك المظهري قبل ما تشتري حاجة تحط فيها دم قلبك وقصاتك اسأل نفسك انا محتاجها ولا محتاج اثبت بها حاجة لو محتاجها ربنا يوسع عليك وانفق في سبيل الله بدن بتصرف على نفسك واهل بيتك لو عايز تثبت بها حاجة صدقني هتاخد نظرة جميلة لكن انت هتشأ عشان تسد التمن الحاجة دي ونفسيتك ما تستهلش ده كله ده كان كنز النهاردة في تعبير كده اسمه الاستهلاك المظهري من اكبر المفاهيم المغلوطة اللي بشوفها في العالم بتاعنا هي الخلط بين مفهوم الهزار والسخرية في فرق كبير قوي ما بين اننا بنهزر مع بعض او على بعض عمر ما الهزار في تقليل من قيمة شخص ولا جرح ولا اهانة المشاعره ابدا اسلوب التريقة اللي بعض الاهالي بيتبعوا مع اولادهم بغرض تحفيز او تقنيب ضمير ده ممكن يقصر فيهم حاجات كتيرة قوي واحنا ولا واخدين بالنا ولا قصدين بلاش طريقة خليك كده منكوشة زي الارد ولا شاطر شاطر ايه الزكاة ده وانتي قصدك ايه الغباء ده بلاش تقطين بالكلام بلاش كمان ولادنا يسمعونا واحنا بنتريق على بعض وبنقلل من قيمة بعض تحت مسمى الهزار وبكل اسف ده وقات بيحصل قدامهم بين الاب والام نفسه طب نربي المفهوم ده عند ولادنا ازاي؟ المفهوم ده بيبدأ من جوة بيوتنا لو عندنا سلوك او عادة مش عجبانة وعايزين نعلق عليها ياريت نعلق عليها مباشرة في صورة توجيه رحيم مش في صورة تريقة ولا غلازة قلب ولا كلام فض بينفر القلوب والعقول من حوالينا لو متضايقين من حد فيهم وحاسين ان احنا مش قادرين نمسك نفسنا وهنبدأ تريقة نحاول نتجنب الكلام معاه تماما ونقول بصراحة احنا مش في احسن حالتنا دلوقتي ومش قادرين عالكلام نطلب وقت عشان نهدى شوي نفهم ولدنا ان الهزار ما فيهوش تقليل ابدا من حد ما فيهوش جرح مشاعر لحد وان لو حصل وهزرنا مع حد وزعل نعتذر بسرعة وما نكررش الاسلوب ده تاني ابدا معاه اكيد فيه مننا دلوقتي بيسأل ازاي ربي ولادي كده وهم عايشين في عالم بيتسل على بعض اولا خلينا نقول ما هي صح الا الصحيح لما بتعلم ابنك او بنتك السواقة بتعلمهم قواعد المرور السليمة ولا بتعلمهم ازاي يمشوا عكس وازاي يكسروا الاشارة نفهمهم القواعد صح لكن كمان نعلمهم ازاي يقدروا يحموا نفسهم في وسط ناس مش شرط كلها تكون ماشية على القواعد نعلمهم ازاي يحترموا الناس وفي نفس الوقت يفردوا احترامهم على الناس نعلمهم اساليب مختلفة للدفاع عن نفسهم سواء كتاساليب لفظية او جسدية لو اضطروا يلجأوا لده كآخر وسيلة دفاع نعلمهم ازاي يختروا اصحاب جدعان يقفوا بجد جنبهم ويحترموهم ويسندوهم وقت الشدة انا مش عايزة تدعي ان ده شيء سهل انا شخصيا بشوف ان ده اصعب تحدي من قبله في رحلة تربية تولدنا لكن عندي امل لو كل واحد فينا بدأ بنفسه اكيد الدائرة هتكبر من بيت لشارع لمنطقة لمجتمع لوطن المهم نبدأ وفي الآخر كل واحد مننا مسؤول قدام ربنا عن نفسه وصلنا مع بعض الكنوز الاذكار والادعيات النبوية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلمنا بعض الكلمات نقولها بالسنة وقلبنا مع بعض التصرفات المعينة بحيث انا بعمل التصرف ده المعنى ده هو اللي ييجي في قلبي عن طريق اني بردده لما بتبص في المراية بتشوف ايه؟ بتشوف وشك جميل سيدنا النبي عايزك ترتقي لما تبص في المراية تشوف نعمة ربك تشوف بديع صنع ربك فترى الله بقلبك قبل ان ترى نفسك فقالك تقول حاجة او ما تبص في المراية حتى تنتقل من رؤية الذات لرؤية الرب وفضل الرب كان صلى الله عليه وسلم كما في مسند الامام احمد اذا نظر الى المرآة كان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي شوف شتان ما بين رؤية الرب من خلال النفس وما بين رؤية النفس من خلال رؤية الرب سبحانه وتعالى اول ما بصيت في المراية شفت نفسي لا انا اول ما بصيت في المراية شفت فضل ربي وان هذه الصورة التي عدلها وخلقها واكرمها هو الله فاحب نفسي من خلال ربنا مش احب ربنا من خلال نفسي على فكرة لو حبت ربنا من خلال نفسي يعني شفت النعمة فاستدلت بيها على ربنا حلوة لكن الاجمل ان ترى الله اولا فتستدل على كمال النعمة لانها منه شفت هو الاول يعني قبل ما بص في الهدية مين اللي جابها لو جابها الكبير العظيم قادي هتبقى حلوة فاذا نظرت في المرآة افتكر ربنا الذي خلق فسوى فكان اول ما يبص كان يقول اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي لان ساعات الانسان بيحجب بذاته عن الله عن مشغول بنفسه جميل بس اللي يتشغل بنفسه فيعجب بذاته عن الله وينسى ربنا غير اللي كل ما يبص يفتكر ربنا فيبدأ يحترم نفسه لانها ملك لله ويعظمها ويرى ان ليها حق ان هذا الوجه لا يراق ماء وما يزلش نفسه لانه ملك الله وخلقة الله شتان ببين تكرار هذا الدعاء لما تبص في المراية هتشوف نفسك بطريقة تانية بس شوف جمال الدعاء يا رب الوش ده ظاهر كما حسنت خلقي حسن خلقي والاخلاق دي قيم باطنة بتظهر في السلوكيات فكأنه بيقوله ربنا يا رب الوش اللي انت خلقته ده ما تخليهوش في الدنيا آسي ولا بيبث جفة ولا ظلم ولا مهانة انما خلي الجمال ظاهرا وباطنا حتى ألقاك يوم القيامة بقلب سليم فاللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم يا رب نحن عبيدك الخاضعون لهيبتك المتذللون لعزك وعظمتك الراجون جميل رحمتك اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا في ساعتنا هذه فتنزل علينا من واسع رحمتك يا رب ترى مكاننا وتسمع كلامنا وأنت أعلم بعبادك من علمهم بحالهم فاقبلنا اللهم في رحابك وجنابك واجعل أيامنا كلها سعادة وفي طاعة وأمنا يا رب من خوفنا يوم تقوم الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله دور بعيونك وبقلبك دور بحماس واصبر وتحمل وتأمل حكايات الناس دور هتشوف الخير ألوان في حكام وقالوها جذبنا زمان وفي نور السنة وفي القرآن كنزات الآن والطنيا درام اللي ما فيها مليانة كنو مليانة كنو لكن مش ممكن تلاقيها من غير مكعوب على قد ما تتعب وتطور الدنيا تضحك وتمور تبديك أكتر ما تتصور من فضل الله